يدور حديثنا في جانب من أهم جوانب سيرة الإمام وكل جوانب سيرة الإمام عظيما لكن سوف يدور حديثنا في الجانب العبادي جانب الدعاء جانب المناجات من شخصية هذا الإمام الهمام الذي تسلم زمام الإمامة في أصعب ظرف من الممكن أن يتسلم فيه نبي أو إمام مسؤولية بحجم هذه المسؤولية ظرف يوم عاشوراء والأحداث التي جاءت بعد يوم عاشوراء مسؤولية بيان الحقيقة المضيعة إلى الأمة في الأحداث التي جاءت بعد كربلة عموما في هذا الجانب من جوانب شخصية الإمام السجاد الجانب العبادي يدور حديثنا في نقطتين النقطة الأولى نتحدث فيها عن الدوافع التي دفعت إمامنا للتحرك عبر هذا الجانب لأن ممكن يخطر على ذهنك لماذا لم يتخذ إمامنا زين العابدين المنهج الذي اتخذه ولده الباقر أو حفيده الصادق ليش ما أنشأ جامعة يبلغ من خلالها إلى المجتمع علوم القرآن والعترى أو لماذا لم يتخذ نفس المنهج الذي اتخذه بعد ذلك في زمانه الإمام الهادي يبث المفاهيم العقائدية كالزيارة الجامعة الكبيرة أو لماذا لم يسر على نفس المنهج الذي سار عليه أبوه الحسين ليش السجاد اختار هذا المنهج من دون سائر المناهج لماذا هناك عدة أسباب من تلك الأسباب أن ملابسات الواقع الذي عاش فيه إمامنا السجاد ما كانت تعطيه الفرصة لتطبيق بقية المناهج عاش في ظرف قبض فيه بنو أمي على كل مفاصل الواقع فما كان هناك ما كانت هناك فرصة للإمام السجاد لممارسة النشاط الذي مارسه بعد ذلك الإمام الصادق فضلاً عن أن يتكلم بنفس المضامين العقائدية التي طرحها في زمانه الإمام الهادي فضلاً عن أن يتحرك بنفس طريقة أبيه الحسين فالواقع الذي عاش فيه إمامنا السجاد ما كان واقعاً يشتمل على متسع بحيث يتخير الإمام بأي نمط يتحرك لا الواقع الذي عاش فيه إمامنا السجاد جعله مقيداً في إطار حركة الواقع بين خيارات محدودة جداً هذا السبب الأول سبب ثاني من الأسباب التي جعلت إمامنا السجاد يتحرك بطريقة بث مفاهيم المعرفة والدعاء والمناجات هو أنه بالفعل وجد أن هناك حاجة في الأمة لترطيب قلوب أبناء الأمة تلك القلوب التي سمعت واعية الحسين ولم تجبه هذه قلوب تحتاج إلى ترطيب لأن حتماً مثل هذه القلوب قلوب قاسية قلوب حجر فتحتاج إلى مفاهيم مناجاتية عبادية ترطبها تلين قسوتها هذا من جهة من جهة أخرى أيضاً في زمن إمامنا السجاد مساحة بلاد الإسلام كانت قد توسعت بنوا أمي خاضوا حروباً وضموا مساحات ضموها إلى بلاد الإسلام أبناء تلك المساحات التي ضمت لم يكونوا في الأصل مسلمين بعضهم كانوا من النصارى بعضهم كانوا غير ذلك فهؤلاء الذين دخلوا إلى الإسلام حديثاً بعد أن ضمت بلدانهم إلى مساحة بلاد الإسلام هؤلاء يحتاجون إلى من يلين قلوبهم على طريقة الإسلام يحتاجون إلى من يرشدهم إلى الله ما كانوا مسلمين هم يحتاجون إلى من ينفث في أفئدتهم مضامين الإسلام مضامين عبادة الله تبارك وتعالى وهناك أيضاً جانب سبب آخر مهم وهو أنه على إثر تلك الفتوحات بنوا أمي حينما خاضوا حروباً وضموا مساحات إلى الدولة الإسلامية هذا أدى إلى تحسن الوضع المعيشي لأفراد الأمة طبيعة الإنسان حينما يحصل عنده شيء من الازدهار على صعيد المعيشة على صعيد المال قد يصاب بحالة تقصير في علاقته مع الله تبارك وتعالى فنتيجةً لكل العوامل المتقدمة عامل أن الواقع ما كان يسمح بغير ذلك هم العوامل التي فصلناها نتيجةً لكل ذلك عمل إمامنا السجاد عبر هذا المنهج وخل أبين إلك نقطة في غاية الأهمية صحيح إمامنا السجاد تحرك على جانب الدعاء جانب المناجات لكن حينما تنظر في مضامين مقاطع أدعية الإمام السجاد في الصحيفة السجادية شوف هذه مو مجرد حالة روحانية عرفانية وإن كان هذا شيء رئيسي ولكن أدعية الإمام السجاد تعالد جوانب متعددة في الحياة من ضمن أدعية الإمام السجاد دعاؤه لأولاده هذا الدعاء الذي لواضب الإنسان على قراءته بين الفينة والأخرى وعاش المضامين التي تضمنها هذا الدعاء إش قد نقدر نقضي على الكثير من حالات العقوق وحالات القطيع بين الأولاد والآباء كذلك أيضا في الصحيفة السجادية عنده دعاء باسم دعائه لأبويه موجود دعاء مكارم الأخلاق الذي يتناول بعض زوايا المجتمع الهام يقول في ضمن هذا الدعاء وأجر للناس على يدي الخير في دعاء مكارم الأخلاق شوف هذا المقطع وأشباه هذا المقطع حينما يعيش مضامينها الإنسان كثير من الإشكالات التي تعيشها مجتمعاتنا تعالج اليوم واحدة من المشاكل التي تعيشها قرانا ومجتمعاتنا قضية العزوف عن العمل الخيري شوف المؤمنين الذين يعملون في الحسينية هم نفسهم تتكرر وجوههم في سائر المؤسسات الإمام السجاد يتحدث عن هذه القضية وأجر للناس على يدي الخير عموما النقطة الثانية من حديثنا نتحدث فيها عن مميزات عبادة الإمام زين العابدين عبادة إمامنا السجاد تتسم بعدة سمات من سمات عبادة الإمام السجاد أنه لم يكن يعول في تحصيل رضا الله تبارك وتعالى إلا على عمله ما كان يعول على نسبه لأن الآية تقول وإذا نفخ أو فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم صحيح نسب الإمام هو أشرف الأنساب لكن قضية النسب ليس لها حضور في الميزان الأخروي في الميزان الأخروي الحضور لعمل الإنسان لو إلى نسب الإنسان إلى عمل الإنسان ولهذا تجد أنه حينما سأله بعض أصحابه لماذا هذا الإنقطاع في جوف الليل حينما هدأت الأصوات هجعت الأعين هو ينقطع لله تبارك وتعالى بجوار الكعبة المشرفة واحد من أصحاب الإمام لعله طاوس يسأله لماذا كل هذا الإنقطاع أصار ذكر الإمام بأنه ينحدر من أشرف سلالة قال لدعا كحديث جدي وأبي خل عنك فإن الله قد خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا هذا هو الميزان فإذن ميز من مميزات عبادة إمامنا السجاد أنه يرشدنا إلى أهمية أن يعول الإنسان في تحصيل رضا الله على جهده على ذاته على عبادته هذا درس هام سمهام أيضا من سمات عبادة الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام هو أن عبادته كانت قائمة على جوهر العبادة ليس على مظهر العبادة الصلاة لها مظهر ولها جوهر مظهر الصلاة الركوع مظهر الصلاة السجود مظهر الصلاة ألفاظ الصلاة لكن جوهر الصلاة أن يستشعر الإنسان حقيقة العبودية والعجز أمام ذات الله تبارك وتعالى ولهذا عدنا روايات تبين بأنه حينما يقف إلى الصلاة تتغير ألوانه بعض الروايات تبين بأنه كان بعض الأحيان يغشى عليه يسأل في ذلك فيقول أتعرفون بين يدي من أقف تدرون أنا وأقف بين يدي من عظيم العظماء ملك الملوك جبار السماوات والأرض هذه سمى من سمات عبادة الإمام السجاد بعد من سمات عبادته أنها تجمع بين الكم والكيف يطيل في عبادته ولكن رغم ذلك ما كانت عبادته تفقد قيمتها ما كانت عبادته تفقد كيفها وهذا يحتاج إلى مجاهدة عظيمة ولهذا أنا وأنت أيها المؤمن حينما نقف إلى الصلاة توجهنا وحضور القلب في الصلاة في بدايتها مثل منتصف الصلاة مو مثل منتصف الصلاة نصاب بشرود في الذهن نصاب بشرود في حضور القلب لا سيما إذا أطال الواحد منا عبادته لكن الإمام زين العابدين كم وكيف عبادة مطولة لكن مع ذلك حضور القلب في بادئ الصلاة ليس بأقل من حضوره بعد ذلك هذه سمة من سمات عبادة الإمام هنا قد يطرأ على ذهنك هذا التساؤل تقول إذا كان المعصومون ومن ضمنهم الإمام زين العابدين بهذا المستوى من الحضور في القلب بهذا المستوى من العبادة والتوجه لماذا نشاهدهم ينسبون إلى أنفسهم الذنب ويستغفرون الله في دعاء كميل تجد أن إمامنا أمير المؤمنين ينسب إلى نفسه أصنافا من الذنب ويسأل الله أن يغفرها ذنوب تنزل النقم ذنوب تغير النعم ذنوب تنزل البلاء ذنوب تقطع الرجاء كذلك الأمر بالنسبة إلى الإمام زين العابدين فلماذا يطلب المعصوم من الله أن يغفر ذنبه برغم أنه معصوم لا ذنب له ليش؟ هناك عدة تعليلات ذكرها علماء العقائد من تلك التعليلات أن الإمام في مقام التعليم يريد يعلمنا إذا الواحد مننا يريد يستغفر الله يستغفره بهذه الطريقة لأن الله تبارك وتعالى هو أسمى وجود أنت إذا تريد تخاطب شخصية معينة تنتقل عبارات الراقية مو هالشكل؟ فكيف بمن يريد مخاطبة الله تبارك وتعالى لابد أن يجيد كيف يخاطب الله يعرف شلون يتكلم ويا الله ونحن لو لا تعليم المعصوم نتمكن أن نعرف العبارات اللائقة حق ذلك في خطاب الله لا نتمكن فالإمام في مقام التعليم هذا جواب جواب آخر هو أن المعصوم يترقى في درجات القرب من الله تبارك وتعالى المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يصعد إلى الله درجة بعد درجة هو معصوم لكن مع ذلك يرتقي في قربه سلم بعد سلم درجة بعد درجة فإذا صعد إلى الدرجة الأعلى من القرب يعتبر الدرجة التي كان فيها يعتبرها ماذا؟ يعتبرها ذنبا مو ذنب بالمصطلح الفقه العقائدي وإنما ذنب في قاموس المعصوم لأنه معصوم إذا صعد درجة أعلى فإنه يعتبر الدرجة التي كانت دون ذلك التي كان فيها يعتبرها ماذا؟ يعتبرها ذنبا بين دعوة لله بالحكمة والموعظة الحسنة بين عمل على تصحيح ما يمكن تصحيحه من ذلك الواقع ملابسات ذلك الواقع بين كل ذلك قضى إمامنا في هذا اليوم شهيدا غريبا مسموما مضطهدا اليوم قالت كلمة يا مؤمن في المدينة يوم إمامك الباقر نزل جنازة أبوه في القابر تدري شه قال اليوم؟ التفت إلى أصحابه نادى رحم الله من أهال التراب محاسن الإمامة محاسن الرسالة محاسن النبوة اليوم اليوم أهالوا عليها التراب بالإضافة إلى تركيزه على جانب الدعاء والمناجات ما برح يعمل على ربط الناس بقضية أبيه الحسين ما برح يذكر الناس بمأساة عاشورة وما لحقها كانت حاضرة في أمام عيني حاضرة في قلبه الخادم يجيب ماء إلى الإمام يخلي الماء قدام الإمام يحدق يطيل النظر في الماء ودموعه تجري يطيل النظر في الماء ودموعه تسيل على خدوده يلتفت الخادم يقول مولاي جبت إلك الماء ما تشرب يقول كيف أتهنى بشراب وقد قتل ابن رسول الله عطشانا شلون أتهنى بالماء والحسين انذبح عطشان يذهب إلى السوق لبعض حاجياته يمر على سوق القصابين يرى أحدهم يريد أن يذبح كبشا التفت يقول بهونك خل أسعي لك قبل قبل لا تذبح الكبش بل لا تقلب الكبش بالماء مرحوم العبرة مرحوم الصرخة سقيت الكبش ماء قبل ذبحه يقول وكيف لا أنتون علمتون هالشكل أنت علمتنا هالشكل عمك الحسن علمنا هالشكل أبوك الحسين هو يعلمنا ما نذبح الكبش حتى نسقيه ماء سالة دموع الإمام على خده توجه ناحية كربلا مناديا السلام عليك يا أبا عبد الله يدير بوجهه ناحية هذا القصاب يقول أنتم معشر القصابين لا تذبحون كبشا حتى تبللوا حشاشة ولكن ابن رسول الله ذبحوه عطشانا كما يذبح الكبش ألها المنادن وأحسين ترجمة نانسي قنقر